يا مساء الخير والحب وسعادة على حضراتكم وعلى كل اللي بيشتفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكي قالنا على شاشة القناة الأولى بتوحشوني جدا من الأسبوع للأسبوع اللي بعده بكون معاكم رانيا السيد كل أسبوع في نفس المعاد هاخدكم النهاردة لعالم ساحر جدا عالم كله مشاعر وحسيس عالم الكلمة فيه بتعبر عن اللحن عن كل حاجة عالم بتعبر فيه الكلمة كمان مع اللحن عن كل حاجة وعن أي حاجة ممكن نكون بنمر بيها في حياتنا ممكن نكون بنحس بيها أي مشاعر مختلفة أي حالة عايشينها فرح حزن نجاح انتصار ألم واجع حب أي إحساس ممكن نكون بنمر بيه في أي وقت كان النهاردة هنتكلم عن الأغنية هنتكلم عن الموسيقى اللي بتعزف ألحانها من واقع حياتنا كمان الحقيقة إنه فيه كتب كتيرة جدا اتكتبت عن كبار المشاهير في الغنى وفي الطرب طبعا وطبعا انتوا عارفين إنه مصر هي الطرب كله إحنا عندنا تاريخ من المطربين والفنانين الحقيقة يعني بيثري العالم كله والعالم العربي كله وكمان طبعا مصر لسنين وسنين وسنين الحقيقة إنه كمان صناعة الأغنية ومشوار كبار المطربين إحنا النهاردة هنتكلم عنه تحديدا أو عن النوع ده من الكتب أو عن الكتب اللي اتكلمت عن مشوار المطربين السيرة الزتالة للمطربين حكاياتهم محطاتهم بإيه أهم أعمالهم الحقيقة إنه كمان فيه جمهور كبير جدا من القراء بيستمتع بقراءة المعلومات دي أو بالحكايات دي عن المطربين اللي بيحبوهم هنتكلم كمان عن ذكريات مختلفة الحقيقة مرينا بيها كلنا مع كل أغنية سمعناها كلينا ذكرى معها هيكون معانا في الستوديو النهاردة الكاتب الأستاذ ماهر زهدي واللي هنتكلم معاه النهاردة عن كبار المطربين والكتب اللي اتكتبت عن كبار المطربين ومشاهير الموسيقى زي شديا وأسمهان وسيد مكاوي وأكيد كمان هنستنتع بالكلام عن مطربيننا الكبار وأغنيهم الحلوة ومحطاتهم الفنية المهمة زي ما قلت لحضراتكم